كتير من الأشخاص بيحبوا إنهم ينشئوا شخصيات خيالية أو يعدلوا على صور بأسطوبهم الخاص لكن الأدوات التقليدية كان فيها مشكلتين المشكلة الأولى إن الصور الناتجة بتكون غير واضحة الحاجة الثانية إن من الصعب التحكم في التفاصيل أو المظهر أو الوضعية أو الأسطوب وهنا أنا هتكلم عن نموذج من النماذج المجانية اللي أنا وجدتها على موقع Hugging Face داخل الـ Spaces اللي دايماً كنت أقولك عليه إن هو كنز كبير جداً ممكن تستخدم من خلاله أدوات مجانية تفيدك بشكل كبير جداً خصوصاً لو أنت عايز Instant Character يكون ثابت أو شخصية ثابتة ولكن الشخصية دي بتقرأ كتاب الشخصية دي بتشرب شاي الشخصية دي ماشية في الشارع أنت هنا بتخصص الشخصية وفي نفس الوقت أنت بتكون عايز الشخصية جودتها عالية النهاردة هتكلم عن Instant Character هذا النموذج الرائع أو الأداب الذكاء الاصطناعي اللي هنستخدمها بشكل مجاني من خلال موقع Hugging Face وتقدر أن أنت من خلالها تنتج الشخصية بتاعتك الثابتة هتقدر تتحكم في الموضوع ده باستخدام النصوص التكست ووصفه بسيط جداً عشان يديك النتيجة اللي هنشوفها مع بعض النهاردة Instant Character تم تطويره علشان يستخدم تقنية ذكاء الصناعي حديثة شوية أقوى من الطرق القديمة اللي احنا كنا بنحاول بها إن احنا ننشئ الشخصيات السبتة تم تدريبه على قاعدة بيانات ضخمة من ملايين الصور عشان تساعد النموذج إن هو يفهم ويتعلم ويتطور ويقدر يفهم الشخصية اللي انت عايز تنتجها هتكون عاملة إزاي يلا بينا نجرب مع بعض Instant Character ما ترحوش في أي حتة هنرجع لكم مرة تانية متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وارجعنا لكم مع Instant Character هذه الأداة الموجودة على هاجنجي فيس حاطلك الرابط إن شاء الله في الوصف أسفل الفيديو كل عليك إن انت تعمل إيه؟ إن انت حترفع الكاركتر بتاعك اللي هو الكاركتر image يعني من المفترض إن انت ولدت الصورة بتاعتك بالذكاء الاصطناعي باستخدام أي من المواقع اللي بتولد الصور بالذكاء الاصطناعي تبتيت ترفع الصورة وبعد كده بتبتيت دخل التكست برومت أنا هنا هبتدي إن أنا أرفع الصورة اللي ولدتها بمجي اف اكس وبعد كده هو بيقول لك إيه؟ لما تيجي تكتب التكست برومت يفضل تقول له a character is يعني مثلا هنا a character is riding a pike in snow a character is breathing a poke a character is drinking tea وهكذا فأنا هنا مثلا هقول له a character is drinking tea at his office هنا اللي skill حسيبه وهنا بالنسبة للstyle خد بالك بقى من حتة دي عشان حتة دي مهمة جداً لكذا style في الغالب أنا ببقى عايزة نفس الstyle يعني أنا مش عايزاي يحيد عنه لا بالجيبلي style ولا بالمكوتو اللي هو الانيمي style أنا عايزة الstyle اللي هو non هنشوف برضو الstyle الثانية ولكن أنا هنا هختار ال none أنا عايزة نفس الstyle ما يحيدش عنه بالنسبة للadvanced options recommended إنك تسيب كل حاجة زي ما هي فأنا حسيب guidance skill زي ما هي يعني مدى القرب من الصورة الأصلية وحسيب interface steps زي ما هي والseed value هنا seed value ممكن تحط seed value بتاع الصورة نفسها هنا أنا حطيت seed value بتاعت الصورة نفسها اللي أنا أنشأتها بعد كده حبتدي أدوس generate image علشان نشوف توليد الصورة هنا بيبنى عندك generated image اللي بتبقى تم توليدها هنا بس الحاجة اللي وجهتني اللي أنا شايفة إن هي يعني ايه يعني التحكم في الأبعاد هنا في مشكلة شوية بس أنا حقولك تعمل ايه في موضوع الأبعاد ولكن تعالا نشوف الأول الصورة المنتجة بواسطة ال an instant character هنا نفس الشخص هو هو لابس ال tee shirt الأبيض والبنطلون الأسود والجرفتة الكحلي ويعني هنا بيتحك هنا بيشرب كافي زي ما انتم شايفين ايه دي الصورة هعمل لها download وهتظهر قدامك بالمنظر ده قاعد بيشرب في ال office بتاعه شايفين النتيجة الجودة أنا قلت لك الجودة الجودة كويسة جدا تاني حاجة التفاصيل والتفاصيل جيدة جدا هقول مثلا بنسبة 90% 95% مش حاضر اقول 100% قوي ولكن نقول 90% مثلا دي حاجة كويسة جدا بالنسبة للحصول على شخصية سبتة صورة زي ايه دي انا عايزة اعمل الابعاد زي الصورة الاصلية 16 لتسعة اعمل ايه هبتدي ان انا اعمل download للصورة ونروح على مين بقى نروح على canva canva يعني الاداء التي لاغينا عن استخدامها بالنسبة لي في التصميم وحبتدي ارفع الصورة اللي انا عملت لها download قصو الصورة اللي انا عملت لها download اهي طبعا الابعاد بتاعتها زي ما احنا شايفين ابعادها اعتقد ان هي واحد لواحد بالمنظر دي حعملها extend ليه بقى هقول لك الحتة دي الحتة دي مهمة جدا عشان لو انت بتستخدم count هنا لو انا دست على الصورة ودست edit عندي اداة هنا اسمها magic expand magic expand دي للاسف هي موجودة طبعا في الخطة المدفوعة حنبتدي نعمل expand بالصورة بالمنظر ده كده وكل لما كان الجزء اللي انت عملت له expand وحددته صغير كل لما التفاصيل هتكون افضل دي نصيحة لان الموضوع لما بيوسع منك قوي وتبتدي ان انت يعني تزود مساحة ال expand التفاصيل مش بتكون جيدة تعالا نشوف النتيجة بعد ما اعمل expand حايديني اربع صور وحتبقا هي دي الصورة اللي انا هحصل عليها 16-19 طبعا فيه ادوات تانية اعتقد بتكون مجانية في موضوع ال expand ولكن يعني انا عشان باستخدم canva وعارفة ان معظمكم على القناة باستخدم canva فحبيت ان اتطرق ليه هنا انا هاختار مثلا الصورة دي او الصورة انا شايفة مثلا الصورة دي ها افضل صورة عندي الجزء ده مش عاجبني حبتدي اروح مرة تانية اروح للاريزر اشيل الجزء اللي مش عاجبني في الصورة بمنطقة البساطة بالمنظر ده كده او ادي نشيلت الجزء ده مش عايزة خالص اريز وادي الصورة بتاعتي وعمل لها download وتبقى مشهد وممكن ترفحها تحركها باي video generator او AI video generator بمنطقة البساطة حنروح تاني للانستنت character حبتدي ارفع صورة تانية صورة زي دي مثلا وحبتدي اقوله a character is smiling ال style none حبتدي اقوله generate image هنا الشخص بيدحك هو نفس الشخص تقريبا ممكن كمان نعمل ايه ممكن ان احنا نجرب style تانية يعني ممكن اروح اختار جيبلي style واعمل generate image البعض هيقولي مش بيشتغل لازم تعمل excel الصورة اللي تم انشاءها من قبل عشان تشوفه هو بيعمل generate وادي الصورة بالجيبلي مش حساها جيبلي قوي يعني بصراحة بس هي الصورة حلوة برضو لو انت عايز تستخدمها في ال smiling هتبقى كويسة ممكن نجرب ال anime نعمل generate انا عجباني اكتر في ال none يعني الصورة بنفس ال style بتاعها وحنشوف دلوقتي حاجة برضو زي اللي شفناها في البداية اللي انا ورتها لكم مجموعة الصور انا ورتها لكم اثناء عملية الشرح ايه دي الصورة anime اعتقد نفس الشخص وبتبتدي تعمل لها download دعنا نشوف الصورة من الصور اللي انا ورتها لك في بداية الفيديو صورة زي دي كده هقول له the character is reading a book scene تاني خالص يعني حاجة تانية خالص وبتدي ان انا اقول له generate واللي style اتأكد بس انه هو على none وجenerate image x ايه دي الصورة زي ما احنا شايفين نفس الشخص لابس التيشرت بتاعه الزرقة يمكن الساعة يعني قريبة شوية لا مختلفة شوية الساعة ولكن مش مشكلة يعني هو الشخص قاعدة هو نفس الشخص بيقرأ كتاب تعالوا نجرب اللي skill كده 0.9 ونعمل generate مرة تانية الصورة برضو جيدة يعني في البعض شايفين 0.9 skill كويس والone كويس فانت حسب ما انت مرتاح مع اي skill ولكن انا شايفة الواحد كويس جدا برضو في النتيجة اللي بيديها لي هنا ده عملية personalize any character انك انت تزبط الكاركتر فأي scene انت عايزه نفس الكاركتر بتحصل عليه وبيكون كاركتر ثابت زي ما احنا شايفين اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة فيديو سريع ولكن قد يهم البعض من الباحثين عن صور بدقة عالية وفي نفس الوقت الشخصية تكون سبتة اشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد زي بقولك في نهاية كل فيديو بتنساش تدعمنا باللايك وشير والكومنت ولكنت بتشوفنا الاول مرة بتنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة